كما جاءت مبادرة حياة كريمة التي غيرت شكل الحياة في مصر خاصة في قرى الريف لتكفل لمواطنها حياة آمنة طليق بهم في عصر الجمهورية الجديدة قرية تانسى بني مالو بمحافظة بني سويف طالتها ثمار تلك الحياة بمجموعة من المشروعات القومية والتنموية جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتضيء قرى محافظة مصر وتحول شكل الريف وترفع جودة الحياة لنحو 60% من المواطنين المصريين من قاتل قرى ونجوع الوطن بعد أن كان حلم أصبح حقيقة وبدأ المصريون حصد ثمار المبادرة ففي قرية تانسى بني مالو بمركز بباب محافظة بني سويف والتي كانت في السابق يعاني أهلها من نقص الخدمات الأساسية يحتفل اليوم قاطنيها بانتهاء تنفيذ عدد كبير من مشروعات حياة كريمة داخل قريتهم وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المركز التكنولوجي ونقطة إسعاف والوحدة البيطرية ومدرسة تانسى الابتدائية بنات وتبطين الطرع والجمعية الزراعية وتدعيم الكهرباء بمحاولات جديدة وأعمدة إنارة الحمد لله الحلم تحجج طبعا سيدة الرئيس قال احلامه وان شاء الله بعون الله هننفس حلمكم والحمد لله الحلم تحجج مجمع الخدمات ده بمسابة عاصمة لقرية تانسى قرية تانسى ده قرية أم فيها 13 قرية و26 تابع مجمع الخدمات ده فيه سجل مدني فيه بريد فيه شهر عقاري فيه مركز تكنولوجي طبعا المجمع ده بيخدم عطبر 30 قرية 40 قرية 13 قرية و26 تابع نشكر الرئيس اللي هو بفرنا الماء وبنالنا مساكن حلوة وبنالنا مدارس وبنالنا مستشفيات وكل حاجة الحمد لله رب العالمية المواطنون في القرية عبروا عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي على تحويل حلمهم إلى حقيقة وذلك بعد تنفيذ تلك المشروعات في فترة بسيطة وتنفيذ كافة مطالبهم لتتحول قريتهم إلى قرية نموذجية من كافة الخدمات بتوجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعالي رئيس الوزراء وبشكر السيد محافظ بنسويف بالنسبة للمجهودات العظيمة اللي هم بزلوها في كل محافظة بنسويف وفي كل مراكز محافظة بنسويف من المشاريع العظيمة العملاقة اللي بتتعمل وبتم بكل جميع أنحاء الجمهورية وعندنا في قرية تنصى بنمالو التابعة لمركز بيبة منها المدارس اللي تم إنشاءها وجميع الأهالي في القرية حاسين بكل المجهودات اللي بيعملها الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل القرية من مشاريع خاصة بالتعليم وغاز طبيعي وصرف صحي وكل المشاريع اللي في أنحاء الجمهورية طبعا نشكر الرئيس الزعيم السيسي زعيم العرب لأنه فعلا وفر لنا حياة كريمة وأول حاجة فعلا نجحت معانا هنا ولاحظناها اللي هي المية لأن فعلا المية دي نبع الحياة زي ما بيقوله وكانوا بخوفونا منها ويقولها كانت تتقطع المية تتقطع المية بمجهوده وبفكره وصلنا المية لحد عندنا هو من شاء الله في الطبطين أول ما بيفتحه من عند بيبة في عشر دقيقة بتوصل أول كانت بتوصل بعد يوم واثنين لأن كان فعلا فيه انسدادات وكان فيه طينة وفيه بتاع من شاء الله عملنا حاجات حلوة هي فعلا أكرمنا ربنا أن احنا في شهر سبع ده كنا بنعاني فعلا بنعاني وكل الناس عارف الكلام ده كنا بنعاني من جلط المية وكان الشام عند ربيبوز والله والله في شهر سبع ده ما كنا بنلقى بج المية والمية هي ضغطة 24 ساعة والمية زي الفل وكل حاجة عملها الرئيس كلها زي الفل وكل حاجة الحمد لله ربنا كرمنا بوه حياة كريمة وهي كريمة فعلا والطبطين والمية وكل حاجة وهي ما يجرى على أرض قرى مصر من مشروعات يساهم في بناء قرى عصرية بشكل يليق بالمواطن المصري صانع الحضارات